نرجع بقى للأخطابوط الإماراتي والدولي عشان نتعرف على شخص شخص من هؤلاء الناس دول كانوا بيعملوا ايه؟ الحكاية باختصار اللي ديفيد كيرك باتريك بيحاول يحكيها لنا عفوا انه الناس دول قرروا في وقت من الوقات بعد 2017 مع التوتر مع قطر ان هم يستهدفوا منظمات اسلامية في أوروبا ويستهدفوا شخصيات ورموز اسلامية بعينها ويستهدفوا قطر ايضا التحقيق النهاردة بيكلم على الجزء المتعلق بالمنظمات والاشخاص الرموز التشكيلة اللي حضرتك شايفها دي اشتغلت لتدمير حياة حازم يوسف نادا واخرين وبصراحة وصلوا لنتائج هيلة يعني نجحوا ان هم يخلوا شركة حازم تفلس نجحوا ان الحكومة النمسوية تعتقل عدد كبير جدا من الجالية الاسلامية في النمسا نجحوا في يوسف همت ان الراجل دلوقتي بيعاني معاناة شديدة جدا وبالتالي احنا امام مش عايز اقول اصابة لكن احنا امام مجموعة من الناس معهم المال معهم السلطة قرروا في لحظة ما ان هم يستهدفوا اشخاص ما ومؤسسات اسلامية بتخدم ملايين البشر لمجرد ان هم مش حابين الطيار دا او معطنقين او معتقدين ان الناس اللي استهدفوهم دول بينتموا للاخوان المسلمين نمشي مع واحد واحد طحنون بن زايد غني عن التعريف وهو مستشار الامن لمحمد بن زايد ولدولة الامارات امبارح يعني الرجل اللي اتغير مركزه ويكأن ابن محمد بن زايد هيبقى هو ولي العهد يعني لكن مش مشكلتنا اوي طحنون لكن احنا نتكلم عن الاثنين دول علي سعيد النيادي دا مدير مكتب طحنون بن زايد السابق في 2018 لكن خلونا نبدأ بمطر حامد النيادي لكن قبل دول نروح لرأس الافعة بتاع القصة كلها زي ما قلتلك هو الرجل ماريو بيريرو مين ماريو بيريرو دا وايه حكايته الرجل دا بيعمل ايه؟ تعالوا نتعرف عليه مع بعض الاسرار القادرة لحملة الامارات نتعرف كده معا على شخصية ماريو بيريرو ماريو بيريرو هو تطلق عليه الصحف لقب بابا المحققين السويسريين ولد في عام 1946 رجل طويل القامة ثقيل الجس بيعرف نفسه بأنه خريج معهد هندسي مرموق في لوزان لم يستمر سوى فصل دراسي واحد في عام 1986 أدار شركة لتصدير أجهزة الكمبيوتر ومعدات تصنيع أشباه المواصلات كانت عملياتها بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الرجل دا أو الشركة دي قام بتصدير تقنيات أمريكية حساسة للكتلة الشرقية السوفيتية سابقا ما أدى إلى أن المدعين الفيدراليين اضطروا للخروج من سوق العمل الأمريكي بعدها الرجل بدأ حياته في سكة تانية خالص بدأ حياته في مجال الاستخبارات الخاصة واشتغل كمحقق في المركز المصرفي السري في جينيف ثم افتتح البطل بتاع حلقة النهاردة وهي الشركة أطلق عليها أب ألب سيرفزز في عام 1989 في سنة 2007 أسس شركة ديليجنس سارل للاستخبارات الخاصة وركز في البداية على أعمال البنوك ومكاتب المحامات في سنة 2012 اتورت صاحبنا ماريو بيريرو في فضيحة شركة أريفا الفرنسية وبعدها بدأ الرجل يتجه لزبائن أقل حساسية في الشرق الأوسط وإفريقيا حول نطاق عمله من جمع المعلومات لنشر الشائعات وهنا الميزة اللي الإمارات لقاتها فيه في الرجل ده ماريو بيريرو وصف عمله بأنه حملات اتصال فيروسية مسيئة علاقته بدولة الإمارات بدأت في سنة 2017 تحديدا بعد أزمة حصار قطر استضافه محمد بن زايد في الإمارات في أغسطس 2017 وبأمر منه بدأ بيريرو حملاته في أوروبا لاستهداف رموز إسلامية بعينها وأيضا مؤسسات بعينها طيب لما راح بيريرو للإمارات في أغسطس 2017 قابل مين؟ نرجع للأخطبوط مرة تانية قابل الشخص اللي أنا كنت بحكي عنه مطر النيادي مين هو مطر حامد النيادي؟ بالبحث توصلنا أن دي صورة لمسؤول إماراتي بالفعل اسمه مطر حامد النيادي تعالوا نتعرف معا على هذا الرجل مفاجأة منه سفير الإمارات في دولة عربية هنعرف دلوقتي الرجل ده بيشتغل فيه طيب مطر حامد النيادي هو سفير الإمارات في الكويت من مارس 2021 حصل على الدكتوراه في القانون سنة 1997 من جامعة ديمبرا في بريطانيا اشتغل وكيل وزارة الطاقة الإماراتية ومستشار قانوني في القوات المسلحة الإماراتية ايه علاقة مطر حامد النيادي بحكاية النهاردة؟ الرجل ده التقى بماريو بيريرو مرتين مرة في الإمارات في أغسطس 2017 لما كانوا لسه بيتفقوا ومرة تانية في زيوريخ مع رئيسه اللي هنتعرف عليه بعد شوية كان الهدف من الاجتماعين تمسيق استهداف مؤسسات وشركات الجاليات الإسلامية وبعض الرموز الأخرى في أوروبا بالمناسبة الرجل ده لما بيتكلم عن بيريرو كان وفقا للتسريبات اللي طلعت في التحييه بتاع ديفيد كيرك باتريك كان بيصفه بأبي العزيز فالرجل ده بيتكلم على بيريرو اللي هنعرف جرائمه كمان شوية بأنه أبو يعني أبو العزيز طيب من مطر حامد النيادي لمين علي سعيد النيادي ودي صورته الرجل ده هو مدير مكتب طحنون بن زايد ايه علاقة الرجل ده بالقصة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة الرجل ده هو مدير مكتب طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي في الإمارات عين في هذا المنصب في 2018 ثم تم نقله للهيئة الاتحادية للجمارك وأصبح رئيسا لها ثم الآن يشغل رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهو منصب بدرجة وزير الرجل ده اللي هو بيشغل كل المناصب اللي احنا قلناها دي راح بنفسه في زيارتين زيارة لمقر ألب سورفزز بتاعة ماريو بريرو والتقاء والمرة التانية راحوا فندق في زيوريخ هنعرف تفاصيله كمان شوية واتفق مع بريرو على بداية الحملة وشروطها والفلوس اللي تدفعها الإمارات وكل حاجة وهو يعتبر من مهندس الاتصالات بين بريرو وبين الإمارات ندخل ليه واحد تاني من الناس اللي ورد ذكرهم في الأخطابوت وهو هذا الشخص رونالد جاكارد رونالد جاكارد الحقيقة في التحقيق بتاع نيويوركر جاء ذكره في براجراف حوالي ست سطور لكن الدور اللي عمله رونالد جاكارد كان دور كبير جدا في العملية كلها ايه هو؟ هو لعب دور الوسيط ما بين بريرو وما بين الإمارات بل الأكتر من كده هو اللي رشح اسم ماريو بريرو لحكام الإمارات عشان يستخدموه ضد قطر وضد الجاليات الإسلامية مين هو رونالد جاكارد؟ هو صحفي لبناني فرنسي وخبير في شؤون التطرف هو من قام باختراح اسم بريرو على الإمارات كتب بخط يده خطة للهجوم على قطر وبعض المسلمين في فرنسا الرجل ده كان له دور كبير زي ما قلتلك انه هو عقد اتفاق مالي ايضا مع شركة ألب سيرفسز كان ايه تفاصيل الاتفاق المالي؟ اتفق معهم اننا لو جبتلكوا العقدة من الإمارات وخلت الإمارات توظفك وتشتغل معاك فانا هاخد عشرة في المية من اي عقد يتم إبرامه بين بريرو وبين الإمارات مرة تانية عشان انتوا ما تعودتوش ان انا اخرج في البرنامج هنا اتكلم على ذمم مالية وكلام زي كده التفاصيل دي والمعلومات دي ذكرت نصا في تحقيق نيويوركر اللي احنا بنستعرضه مع حضرتكو طيب نرجع للاخطابوت مرة تانية رونالد جاكارد عرفنا انه هو اللي رشح بريرو للإمارات لكن بريرو الحقيقة ما كان شغال وحده لا الراجل بريرو ده ذاكي جدا عمل شبكة قدم للإمارات شبكة الشبكة اللي بتضم صحفيين استقصائيين وصحفيين فريلانسرز وصحفيين عاديين جدا ومراسلين وباحثين واكاديميين قدم القيمة دي للإمارات وقال لهم احنا لازم نوظف الناس دي بفلوس عشان يشتغلوا معنا في نشر مقالات ودراسات بحثية واكاديمية عشان نحقق المستهدف بتاعنا